أهلا بكم مشاهدين لتفاصيل الحصد اتهم إمام المسجد الكبير بالعاصمة الشيخ علي عية وزارة شؤون الدينية بسوء تصرف أموال الزكاة وصرفها في غير محلها إضافة إلى تخصيص نصيب منها لجمعية محسوبة على المصنية تفاصيل في ميكروفون نريمان قداش أصلا مكان لا قاعدة لجان بلدية ولا لجان ولا أيها وإنما تقص هذه من صندوق الزكاة عبر كل ولاية وتوضع في البونك والذي آفادت الكأس هو أمر خطير ولما حبيتش نسرح به أن في العام الماضي أعطوا جزء من المال الزكاة لجمعية اليونيز هذا الأمر خطير وفي ذات الموضوع دائما ومن جهته أوضح المدير والفرعي ليزكاة بوزارة شؤون الدينية والأوقافة أوضح كيفية عملية جمع وصرف أموال الزكاة نفيا تقديمها لغير المسلمين مزيد من التفاصيل في ميكروفون وليد بوهراوة حساب بريدي على مستوى كل ولاية الحساب الوطني الذي يجمع أموال الزكاة تصرف أمواله في الحاجات ذات البعد الوطني هذه الجمعية إذا كانت تشرف على فقارة أو المساكين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وكانوا مسلمين وتوجهت بطلب إلى الهيئة المشرفة على صندوق الزكاة فإن هذه الهيئة المشرفة على صندوق الزكاة تتولى دراسة هذا كما كشف ذاته المسؤول عن دخول الإصلاحات حول القرض الحسن حيث تنفيذ ابتداء من السادس عشر مارس المقبلة توزيع الزكاة بالنسبة للحملة الثالثة عشر يعني ألف وخمستاش سيتم في ستاش مارس يعني في بداية الميناء الأسبوع الثالث من الشهر الجاري إن شاء الله ستغلقوا الحملة يوم 28 فيبري يعني نهاية هذا الشهر سيتم بين 28 فيبري و16 مارس تحضير قوائم المستفيدين بالنسبة لي الفقراء والمساكين مع وجود الصيغة الصيغة الجديدة وهي الداخلة في إصلاح صندوق الزكاة بعد اعتماد تجميد القرض الحسنة لمدة خمس سنوات